شو اللي اشتغلتين وحضرتك بالكارتون يعني هلأ اوكي أنا أعرف بيلوى سباستيان ميمانة وميمونة ومسعود زينة ونحقول خالد والسكر شيرو تدير سانشيرو اشتغلت حتى أنت وكفيتي لحد النينجا تيرتل السراحة في نينجا كنتي نيسان قبل السنافر عملناه النيجا وبيلوى سباستيان يعني ورمي وسانشيرو هاودي خمسة عملتهم فرد مرة بالستوديو بعلبك السانشيرو واللي معه أربعة بالسنافر كنتي بزينة ونحول حضرتك كنتي زينة زينة اوكي وبالسنافر كنتي عندك كنتي تقولي اللي بالمؤدمة ايه راوية والسانفور مازح مازح شاعر ولحان بعد في واحد شاعر طيب هلا أنا ما كير بحب هالقطص بس بي شرفك بدنا منيك شغلة المؤدمة تبع على السنافر ما بعرف ليش تتذكرية هيتل أشوف بس لو هم تتذكرية فينا هيك شوين تذكرها مثلا بتقدري تذكر لا مكتوبة تقدري تقولي لنا إياها كان في قديم الزمن مشاهيين بلد لحظة بس بس مزكرتية المؤدمية بس تتذكرية كان في قديم الزمان في مجاهل الغابة كانت توجد قرية مخفية تعيش فيها مخلوقات صغيرة تطلق على نفسها اسم سنافر وكانوا يحبون الخير وكان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ المغيض وكان شريرا هون أنا أكره السنافر مين بيقوله؟ هايد من كان دور شرشبيل شرشبيل أنا سأقضي عليكم سأقضي عليكم ولو كان هذا أخير عملا في حياتي سأقضي عليكم بيرجع بيقول سأجد قريتكم يوما سوف تندمون الغابة ما زالت هناك هاي حضرتك بتقولي الغابة ما زالت هناك الغابة ما زالت هناك فإذا أنصدتم ربما سمعتم صوت شرشبيل وإذا نظرتم جيدا ربما لمحتم السنافر الزكرية وتحسي بنوستلجية بس ترجع ايه طبعا أنا بحب كل المرحلة المراد فيها لأنه كلها كانت بالنسبة لي يعني تعلمت كتير أشياء يمكن بالنسبة للناس كون مالها طعمي أنا بالنسبة لأقالي لأكيد هذه صنعة ذكريات جيل تعلم من كل الشغلة أعملها كنت أخذ منها معرفة والمعرفة خي قوة يعني لازم أعرف كل شيء أنا عملت دوكيمونترات كتير عن المعلومات الطبية عن أشياء براكين يعني كنتي عبتقوليلي كنتي عبتقوليلي أو مثلا بهال وسائقيات من هالنوع أو مسلسلات تاريخية عبتلعبي دور ممكن بيشبه خبرتك أو بيعطيك خبرة بس مثلا بمسلسلات الكارتون لما عبتعملها شخصية سنفور أو زينا هون يعني أي إحساس ممكن يطلع يعني كيف ممكن تجيب إحساس كاركتير كارتوني بدك ترجع طفل بدك ترجع صغير كلنا فينا طفل كل إنسان قد ما صار عمره فيه طفل فيه طفل بيطلع وحده وبيشتغل وبينبسط بيوضعه يعني حتى لما بدك ترجع لي كاركتير مثل زينا كنتي تجرب تفهمي شخصية زينا أكيد لأنه شخصية زينا كلها معلومات يعني زينا بتدليك على الحشرات وكل حشرة فيه إلى فوائد وإلى سلبيات يعني كانت تقل لك شو فوائدها وشو سلبياتها وفرفور الأبوط هلا كمان كان يساعدها يعني كان يخلصها ونحول يعني هايدي الشراكة مع المعلمة سلمة هايدي الشراكة والكونبين يعني لأنه كل حلقة زينا بتعمل شيء كل حلقة بتعرفك على نوع تاني على نوع تالت لأنه في حشرات لازم تكون موجودة بالدني لأنها بتساعد على إكمالة الحياة الطبيعية هايدي من قد تلها نحنا وهي ما بتأزينا هيدا سوري نوع معلومات إنه لازم نعرفها أنا ما كنت أعرفهم تعرفت عليهم يعني فهيدي كمان معرفة يعني حتى الكارتون بوقتها كان في نوع من المسج أو نوع من الرسالي كان جزء منه كتير تربوي يعني ما كان مجرد كارتون طبيعي وزينا بصورة خاصة بليبيا نزلوها بالمنهج الدراسي كانوا بالجمعة مرة يعرضوا حلقة على صف ويقولولهم تاني يوم بتجيبوه لنا شو استفدتوا من الحلقة بكون تكتبوا شو أخدتوا شو المعلومات اللي أخدتوها مين منيح مين مش منيح مين لازم نقضي علام مين لازم نمرقه يعني كمان هيدا إنه الشي بالنسبة لقالي أنا كتير بسطني يعني إنه نزلوه منهج دراسي بالكارتون كان فيه منافسة مع الأردن يعني كان كمان فيه بالأردن سوهير فهد وإيمان هاير وكان فيه مجموعة أسماء كانوا يعملوا وبلشوا كابتن ماجد ومسلسلات كتير تانية سالي وليدي رين وهو القصص أنا مذكرهم هيدا طفولتنا كان فيه تنافس أنا ما حسيته تنافس حسيت بعضكن أنتوا سابقينون نحن سابقين لكل بكل شي طب ليش بلش أكتر الطلب يصير على على المسلسلات الأردنية من منتصف أو المسلسلات الكارتون اللي مدبلجي بالأردنية من منتصف في الثمانينات أو أواخر الثمانينات يعني صاروا يسبقونا بهذا المحل أو صار الطلب أكتر على مسلسلاتهم فيه سبب؟ نحن لأنه توجهنا على البرسناس صارت صار لأنه صرنا نشتغل البرسناس صاروا هن اللي يعملوا مسلسلات كارتون صاروا يطلبوا منون بعدين كان عندوا الحج مسلسلات كارتوني مدبلج كتير كان على طول يشتغل كارتون وبرسوناج